الكلمة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا جزيلا اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بيكم وأشكركم على يعني التناول اللي أثر هذا الموضوع المهم جدا لحياتنا وحياة العالم كله وأشكركم على أن أنتم أعطيتوا قوة دفع جيدة للمؤتمر اللي إحنا هنعمله إن شاء الله في شرم الشيخ في نهاية هذا العام أنا أمكن أتكلم بطريقة مختلفة شوية يعني الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي موجود على الأرض اللي ممكن يدمر بس ممكن كمان يصلح الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر ويهدم لكن هو كمان أيضا اللي عنده القدرة أن يبني ويصلح فأنا مش حقول إن أنا يعني مش مشتشعر الخطر اللي انتم تكلمتوا فيه واللي كلنا بنتكلم فيه ويمكن حكلمكم عن تجربة مصر اللي إحنا باختصار يعني خلال السنين اللي فاتت لكن أنا قلت إن الكلمة دي أبدأ بيها للناس اللي بتسمعنا سواء في مؤتمر هنا أو الشباب اللي حيمشي من من عندنا ويسافر لبلده لازم تعرفوا أن أنتم أنتم ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقادرة على الإعمار والتنمية وبالتالي أي شكل من الأشكال اللي بيحصل من التطورات سلبية سقو إنه آليات العمل الإنساني مش بتكلم في سياسة ولا بتكلمش في تمويل ولا بتكلم في تكنولوجيا ولا بتكلم في قطاع خاص دي آلية هائلة موجودة يستطيع من خلال الإنسان يتعامل مع الموضوع حدي مثال صغير كده وبعد كده أرجع مرة تانية كان في نيويورك وفي الدول في الولايات المتحدة من 100 سنة أو أكتر شوية 120-130 كان حجم أنا آسف حجم روث مخلفات الخيول اللي موجودة كانت تصل في بعض الأماكن إلى خمس أدوار وكانت بتسبب في مقتل ألاف من البشر نتيجة استخدام المركبات اللي بيجرها الخيل في ذلك الوقت وكان بداية التحرك الإنساني برضو اللي هو زي ما بقول دايما في كل محنة وفي كل أزمة في فرصة كان بداية صناعة السيارات في أمريكا في ذلك الوقت وكان الفرصة شافها صانع السيارات الشهير فورد وابتدت من خلال الموقف ده يبقى فيه صناعة سيارات اللي احنا بنشوفها اللي هي لها تأثير على حجم الانبعثات في الكون احنا بنقول ان فيه ثمان سنين قادبين اللي بقوله ده مش معناه ان احنا يعني كمسئولين كمهتمين حتى كمستمعين ان ما فيش خطر لكن لازم تتأكدوا منه ان الخطر ده حيتم مجابيته وهيتم التعامل معه مجابيته والتعامل معه زي ما قلت كده من الجميع من الجميع بشكل وباخر لانه في جواه فرصة تصوروا احنا فيه كم مليون سيارة في العالم اتصور مئات الملايين في العالم كله تصوروا في خلال الثمان سنين دول حجم السيارات الكهربائية اللي ممكن تطلع او على الاقل الغاز والكهرباء ممكن تبقى قدي عشرة في المية عشر في المية تلاتين في المية هي دي الفرصة هي دي الفرصة اللي هتوفرها هتعمل احلال حجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم يعني الطاقة الاحفرية سواء كان سولار او او بنزين يتحول الى غاز او كهرباء احنا في مصر كنا شايفين ده زي ما كل الناس كانت شايفها بس اتحركنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا جدا انا باتكلم عن السيارات ومن خمس سنين كنا بنتكلم مع شركات السيارات ان احنا مستعدين هنا في مصر يكون لنا شراكة مع الشركات دية لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر وبتدينا نعمل مش حنعمل ابتدينا نعمل مبادرات لإحلال السيارات الاولا بالغاز ثم عندما يتوفر لنا صناعة السيارات الكهربائية اللي زي ما قال دولة الرئيس ان ان شاء الله اعتبار من 2023 حيكون اول سيارة كهربائية مصرية تم انتاجها ده معناه ان احنا كدولة لان احنا عارفين ان السيارة دي تكلفتها غالية وبتحتاج بنية اساسية ضخمة عشان تبقى يبقى ممكن ان السيارة دي تعمل بشكل او باخر احنا بنتحرك كدولة في هذا المجال زي ما بقول لو كلنا تصورنا او كلنا كدول والقطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الاجراءات اللي بتتعامل لمجابة تغير المناخ هيتحرك وحيشتغل فيها هديكم برضو مثالين لحاجة احنا عملناها في مصر هنا وكانت بالنسبة لنا اتصور انها فرصة الدكتور مستفى تكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها انا باتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين محدش اقترب منه هنا في مصر احنا دخلنا في برنامج بقالنا اربع سنين لتطهير جميع لتطهير هذه البحيرات ما العمل ده وحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عملية التطهير ثم ايضا ستتحول هذه البحيرات الى طاقة اقتصادية مناسبة بعد ما يتم تطهيرها وتجهزها المشروع بتاع حياة كريمة اللي طرحه برضو دولة الرئيس على ان احنا منغير حياة ستين مليون سواء كان ان احنا بنعمل طبطين للترع حين بيتكلم على 40 الف كيلو متر من الترع هيكلفونا اكتر من 80 مليار جنيه هما 80 مليار جنيه دول مش دول فرصة عمل متاحة للناس القائمين على عملية التطبطين هما مصانع المواد اللي بالاسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصة عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعة ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة اذا رغم انها ما يعني يعني محنا ان احنا كان عندنا هذا الامر وعايزين نغيره وحيكلفنا تكاليف كثيرة جدا جدا لكن وفي النهاية هيبقى فيه فرص جواه بالاضافة طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الاصلاح عملية المناخ الكلام ده بينطبخ ايضا عندنا هنا لما جينا نتكلم على شبكة الطرق في مصر كتير من المتابعين لنا كانوا بيجدوا ان احنا مبالغين في حجم المشروع القاومي للطرق في مصر شايفين ان احنا بنتكلم على حارات كثيرة جدا ستة وسبعة وتمن حارات بنسب كبيرة جدا طب ده كتير ده عشان نقلل اي شكل اشكال التواقف للعربيات عشان نقلل من حجم الامبعاثات اللي بتتم لو كلمتكم على الموضوعات اللي احنا تصدينا لها في مصر هنا ولعناها انها بتحقق رغم انها بتكلفنا اموال لكن هي كمان رغم انها بتعالج او احنا ما عندناش مشكلة امبعاثات مصر زي ما تقال في التقديم امبعاثاتها من الكربون تكاد تكون لا تذكر ولكن بالرغم من كده احنا اشتغلنا وانتبهنا لهذا الامر وبنتحرك فيه بقوة وفعالية وبنقول انه جواه فرصة زي ما بقول كده لشبابنا الارادة بتاعت التغيير ارادة التغيير الواقع بتاع هدم او تلوس الكون اللي احنا عايشين فيه او الارض اللي احنا عايشين عليها بقول لكم المؤتمر زي اللي احنا فيه والتناول الاعلامي اللي بيتمه وسائل الاتصال اللي بيتمه هي عبارة عن اختار مستمر بالخطر حيولد ثقافة لمجابة هذا الخطر حيتحرك من خلاله الجميع السياسيين زي ما بيتقال والتمويل زي ما بيتقال والقطاع الخاص لانه جواه فرصة لما تيجي تقول ان انا حغير 200-300 مليون عربية خلال 20-30 سنة من طاقة احفورية الى طاقة الكهرباء اتصور ان ده حيبقى فرصة وحيبقى النتائج مش الانسان اللي حيضمر الوجود مش الانسان اللي حيضمر الوجود الانسان حيبضل يبني ويعمر حتى يعتقد انه هو سيد الوجود ساعة لما حيبقى انه سيد الوجود خلاص تنتهي ينتهي الوجود شكرا جزيلا